دلوقتي معاد مجزل أهم الأخبار معلم شكرا شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش مجزل أخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ التطوير في جزيرة الوراق على الواجه الأمثل وتلبية احتياجات وطلبات الأهالي بما في ذلك التعوضات ذات الصلاة جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس السيسي لمتابعة تطوير وتنمية جزيرة الوراق حيث وجه بإشراق وزارة التضامن والجماعيات الأهلية لتعزيز جهود التطوير العمراني للجزيرة وأضف متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض مخطط تطوير تنمية جزيرة الوراق لسيما إنشاء الأبراج السكنية الحديثة ورفع كفاءة البنية التحتية وخلال اجتماع آخر للرئيس السيسي لمتابعة جهود توفير المعدات والآلات الخاصة بالمشروعات القومية التنموية وجه الرئيس السيسي بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين العامي والخاصة وأضح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي اطلع على جهود توفير الآلات والمركبات مختلفة الاستخدامات لصالح عملية التنمية الشاملة افتتحت النيابة العامة المصرية منتداً اقليمياً بالعاصمة الإدارية الجديدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وذلك بشركة مع المنظمة الدولية للهجرة ويهدف المنتدى لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء حول آليات التصدي القضائية للجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية مع التركيز على حماية الأطفال خاصة المهاجرين بغير ذويهم في وقائع جرائم الهجرة غير المشروعة ووصولاً لتوحيد الرؤى حول مجابهتها أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستقدم مساعدة مالية بقيمة 4.5 مليار دولار إلى أوكرانيا بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الأساسية يأتي القرار في وقت تعاني فيه كييف من تدعيات العملية العسكرية الروسية وقالت توزيرة الخزانة الأمريكية في بيان إن بلادها ستضدأ في صرف هذه الأموال في الأسابيع المقبلة قال رئيس الوزراء الأوكرانية دينيستا شيميهال إن الاتحاد الأوروبي منح بلاده 2.5 مليار دولار أخرى لمساعدتها في ظل التطورات الحالية وأوضح شيميهال أن الاتحاد الأوروبي قد صرف 2.57 مليار دولار في شكل مساعدات مالية كلية وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية روسلا فون ديرلاين قد أعلنت مؤخرا أن الاتحاد الأوروبي سيقدم ما يصل إلى 18 مليار دولار من المساعدات المالية لأوكرانيا في عام 2023 قال مسؤول الصحة العامة في بريطانيا إن اللقاح المضاد لجدر القردة فعال بنسبة 78% وأوضحت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن أحدث تحليل لها يعطي تقريرا لفعالية اللقاح بجرعة واحدة تبلغ نسبته 78% بعد 14 يوما أو أكثر من الحصول على اللقاح ووصفت النتائج بأنها أقوى دليل بريطانية حتى الآن على فعالية هذا اللقاح افتتحت فرنسا مشوارها في كأس العالم بفوز كبير على استراليا بأربعة أهداف لهدف ضمن المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بهذا الفوز تصدرت فرنسا المجموعة برصيد ثلاث نقاط متقدمة على تونس ودنمارك بعد تعادلهما دون أهداف فيما أصبحت استراليا في المركز الأخير دون رصيد من النقاط انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل